السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة طالبات المدارس التجارية شعب القانون أهلا وسهلا بكم في تاني مراجعتنا في المواد القانونية مع القانون المدني القانون المدني احنا عارفين طبعا هي المادة بتتكلم عن ثلاث عقود ومادة أنا باعتبار مادة مرتبة نفسها لأن مقسمها العقود بدأنا بعقد البيع بعد كده عقد الإيجار بعد كده عقد التأمين في عقد البيع خدنا التعريف والخصائص بعد كده خدنا الالتزامات الالتزامات أطراف عقد البيع اللي هو البائع والمشتري لآثار بتسميه عثار العقد يعني في نقل الملكية والتعرض والسيونة والتعرض المدى والتعرض القانوني والكلام ده كله عقد الإيجار نفس الكلام برضو تتكلمنا في تعريف العقد وخصائصه وبعد كده الأثار بتاعته ليلتزامات المؤجر والمستأجر عدى بتأمين بس بيختلف شوية فيه أثاره لأنه عقد من طبيعة خاصة إحنا لو ذكرنا المادة ديت بنفس النظام وبنفس الترتيب اللي موجودة في الكتاب اللي هي مادة سهلة أو سالسة لأنها أصلا هي موجودة في الكتاب بشكل مبسط وبشكل سهل جدا مفهاش تعمق زيادة عن اللزوم مراعية تماما سنكم مراعية خبراتكم معلش إذا كنت لم توفق في امتحان الدور الأول فعندك فرصة تانية ربنا بعتها لك في الدور التاني أن انت توفق إحنا يهمنا أن احنا نعرف نقاط الضعف اللي احنا لم نوفق فيها علشان نتجنبها نعرف إيه اللي غلطنا فيه نعرف إحنا ليه حلنا غلط ليه نعرف إحنا أكيد إحنا ذكرنا طبعا وأكيد رجعنا المنهج لكن ليه لم نوفق أكيد في سبب أكيد في سبب قد يكون سبب شخصي قد يكون سبب دراسي قد يكون قد يكون فإحنا نحاول نتجنب هذه الأخطاء لأن الفرصة التانية بتبقى المفروض أسهل ولكن منفعش يتعاوضها مرة تانية زي ما احنا متعودين في المراجعة بتاعتنا احنا بنقسم الأسئلة زي ما بتيجي في الامتحان الامتحان الأسئلة بتاعته دايما بتبقى نوعية من الأسئلة يما أسئلة موضوعية يما أسئلة مقالية تكرارا بقول لكم الأسئلة الموضوعية هي صحي وغلط وأكمل وتوصيل واختار اللي أنتم بيتحلوها في ثواني وده غلط طبعا والأسئلة المقالية اللي بيبقى فيها أسئلة زي مثلا تكلم عن التزامات البائع تكلم عن التزام البائع بضمان التعرض تكلم عن التزام البائع بضمان العمل الخفية اللي أنتم ما بتحبوهاش بالرغم من دي أنا شايف أن هي أسهل لأنها بتبقى سؤال مباشر ومش محتاج أن أنت تلف وتحور أو تدور فيه هنبدأ المراجعة بتاعتنا في القانون المدني زي ما قلنا الأسئلة بتاعتنا دي الأسئلة الموضوعية بتبقى صحي وقطع وأكمل ومصطلح وتوصيل دايما أنا لما باجي أراجع بحب أجيب السؤال في شكل مصطلح علشان تشغل دماغك شكل مصطلح علشان تشغل دماغك يعني إيه؟ علشان تعرف أنت فهم ما اللي مش فهم الموضوع مش حفظ أول مصطلح عندي بيقول هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق ماليا آخر في مقابل ثمان نقد ده أول عقد عندنا في المنهج له عقد إيه؟ له عقد البيع عقد البيع يبقى ده عقد البيع له أول عقد عندنا فأنا لما بيجيب لك سؤال زي ده وتمصطلح في الامتحان يبقى أنا بقول لك إنجح بقول لك خط درجة بقول لك خط درجة بمعنى يعني أنت سؤال مضمون لأنك لو مش هتعرف عقد البيع يبقى حالك كده يعني تحل بيك الامتحان إزاي؟ ده نجيب لك أسأل حاجة عني لو دخلنا على المصطلح اللي بعد كده بيقول لنا ايه بيع الأشياء مثلية احنا عندنا الأشياء أو المنقلات إما معينة بذاتها إما مثلية لا هي معينة بنوعها لها شبه بعض عينت وقت البيع بذاتها لا بمقدارها وصنفيها هي بالرغم أن هي مثلية بس تعينت بذاتها خلاص ده بنسميه البيع الجزافي البيع الجزافي وشرحنا قبل كده قلنا البيع الجزافي إننا مجر موزن ولا كيل ولا عد ولا حاجة لا ببيع بالبركة زي ما قلنا ده قد بنسميه البيع الجزافي مستلح اللي بعد كده وسيلة من وسائل الشهر مش الشهر مارس وبريل لا الشهر يعني زي الشهر العقاري مثلا خلاص له التسجيل بالبلدي وسيلة من وسائل الشهر الخاصة بالتصرفات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية التسجيل مصطلح اللي بعد كده انتشغل دماغنا يا ريت شوية طلب المستأجر منع التعرض وذلك باعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعرض ده من التزامات المؤجر ده من التزامات ايه المؤجر يبقى على طول التنفيذ العيني يعني المؤجر كان عمل حاجة في العين المؤجرة فينا المستأجر بيقوله لو سمحت اعد الحال لما كانت عليه قبل التعرض يعني نفذ التزامك اللي هو التنفيذ العيني مصطلح اللي بعد كده ضمان بموجبه يضمن البائع للمشتري بتكلم عن التزامات البائع يضمن البائع للمشتري العيوب التي تظهر في المبيع اذا توافرت شروط معينة فاكرين ده ان التزام كان اسمه ايه ها ضمان العيوب الخفية انا مش هزر الاجابة على طول الغات محضرتك تشغل دماغك شوية لان الكلام ده عدى عليك وانت عارف انت عارف كواس جدا بس ممكن بننسى ممكن يعني بنطلق بط لا والله لو ركست اجابة نموذجية وتاخد الدرجات بتاعتك ان شاء الله المصطلح اللي بعد كده اولاد امتياز ينصب على الشيء المبيع يخول البائع يعني يمنح البائع استفاء دينيه يعني ياخد دينه من قيمته من قيمة الشيء المبيع يعني تمنه باولوية على غيره من الدائنين انا عمل افصر لك المصطلحات شان هي بتجي في الامتحان بالشكل دوات يعني يعني انا دلوقتي كبائع ببقى ليه امتياز يعني اولوية والاولوية دي بالقانون دائما الامتياز حق الامتياز بيقر القانون على غيره من الدائنين بالنسبة للمشتري على ثمن الشيء المبيع ده بنسميه امتياز البائع امتياز البائع يعني حقي اخد ثمن الشيء المبيع من ثمنه قبل اي دائن اخر للمشتري عشان دا اسمه امتياز البائع والقانون اللي بيقول كده القانون اللي بيقول كده مصطلح اللي بعد كده صعب اوي صح؟ عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر الله مؤجر ومستأجر طيب من الانتفاع بشيء لمدة معينة لقاء اجر معلوم فيش اسهل من كده عقد الايجار طيب هو التزام البائع رجعنا تاني لأي اولاد التزامات البائع اللي احنا بنسميها بنسميها اثار العقد هو التزام البائع بعدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه ضمان التعرض الشخصي كد بالك عشان فيه تعرض مادي وفيه تعرض قانوني لكن انا بلا اتكلمت لا دا ولا دا انا باتكلم على التعرض عموما فبنسميه ضمان التعرض الشخصي طيب كل شخص انا عاوز شخص يستطيع أن يستأجر مش يؤجر أن يستأجر مدام يلتزم بدفع الأجر هو مين كده بالعقل يدفع الأجر اسمه ايه مستأجر طيب التسليم بتغيير نية الحيازة بالاتفاق بين البيع والمشتري احنا عندنا في انواع التسليم في عقد البيع في تسليم اتفاقي في تسليم حكمي في تسليم طبيعي في تسليم قانوني هنا عايز واحد من الاربع دول اني واحد فيهم اللي بنغير فيه نية الحيازة يعني بتبقى الحاجة زي ما هي مع المشتري او مع البائع بس كل ما في الامر بتتغير النية يعني بتتغير الصفة من بائع لمشتري او من مستأجر لمشتري او من مستأجر لبائع وكذا ده بنسميه تسليم ايه حكمي تسليم حكمي يعني كأنه استلم كأنه استلم طيب عندي بعد كده مصطلح كمان بيقول ايه هو وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ده نوع تاني من انواع التسليم على فكرة اللي هو بنسميه التسليم الفعلي بقولك اتفضل الحاجة تحت تصرفك تسليم فعلي خلاص فعليا تحت تصرفك مصطلح التالي الدعوة التي يرفعها المشتري بعقد بيع ابتدائي احنا عندنا في عقد البيع عندنا دعوتين انا عايز واحدة منه الدعوة التي يرفعها المشتري بعقد بيع ابتدائي يعني مش متسجل في حالة امتناع البائع يعني اذا رفض عن تنفيذ التزاميه بنقل الملكية طالبنا الحكم بصحة توقع يعني انا رحت اشتريت بيت بعقد بيع ابتدائي تعال يا عم الحاج يا بائع سجلي مش عايز يسجل القانون الداني احدى دعويين احدى دعوين دي انا واحدة فيهم دعوة صحة توقيع دعوة صحة توقيع عندي كمان مصطلح عقد يلتزم بمقتضاء المتعاقد ان يؤدي الى الطرف الاخر اللي هو المستفيد كنت دو بالك احنا كده اتكلمنا في عقد البيع وعقد الايجار يعني فاضلين عقد هنشوف كده عقد يلتزم بمقتضاء المتعاقد ان يؤدي الى الطرف الاخر اللي هو المستفيد عوض مالي في حالة حدوث حادث يعني حادثة او تحقق الخطر زي حريق المبين في العقد على طول سهل جدا جدا برضو بقول اخذ درجة ولا اخذ درجتين حسب قيمتها في الامتحان عقد التأمين احنا عارفين عقد التأمين بيبقى فيه طرف بيلتزم بالتعويض مقابل ان الطرف تاني بيدفع دفعات طيب ما يلزم به المؤمن المؤمن اللي هو شركة التأمين عند وقوع الكارفة وتحقق الخطر انت رايح بتعمل فعاد التأمين تأمين على الحريقة تأمين على الحياة تأمين ضد الحوادث طيب لو حصلت حادثة او الكرسة الشركة اللي هي المؤمن بتدفع لك حاجة الحاجة دي اسمها ايه بقى عهدت المؤمن او مبلغ التأمين يعني الفلوس اللي حضرتك هتصرفها من شركة التأمين لما الكرسة تقع اسمها كده مبلغ التأمين او عهدت المؤمن طيب الذي تكون احتمالات تحققه طوال مدة التأمين انا هي بتكلم بعد ايه تأمين الذي تكون احتمالات تحققه طوال مدة التأمين ثابتة مثل خطر الحريق انا هنا بتكلم على نوع من انواع الخطر اللي هو الخطر الثابت هو قالك ثابت يبقى خطر ثابت دايما كده في المصطلح بيديك كلمات تساعدك في الاجابة هو مش عايز يقادك عكس هو بيديك كلمات تساعدك في الاجابة عايز انك تنجح بس بمجهودك طيب طيب تقوم درجة تحققه متغيرة بيغششك اهو تقول فترة التأمين مثل التأمين على الحياة دايما خطر ايه بقى ثابت او متغير الخطر المتغير السؤال التالي هو البيع رجعنا بال العقد البيع تاني الذي يكون سداد الثمن فيه مجزان لعدة اقصات انت لما بتشتري حاجة وتدفع الثمن على اقصات يبقى يصم بيبيع بايه بالتقصيد اسئلة والله العوام لما ما بدرسوش قانون العرف يحلها بس ما حاب التركيز مش اكتر يعني طيب هو محل التزام المشتري انت كمشتري محل التزامك ايه ثمن تدفع الثمن روح تشتريت عربية هتاخد العربية انت بقى ملتزب ايه سيادتك بالتمن طيب يقصد به ادعاء البائع حقا على المبيع من شأنه ان يحول دون انتفاع المشتري بالمبيع يعني بعد ما باعلك الحاجة رجع قال لك لا ده ما بيعتلكش لا مش عارف ايه الكلام ده كله ده من سميه تعرض القانوني بدعي كد بالك عشان فيه تعرض قانوني وتعرض مادي تعرض القانوني هو ادعاء بدعي لا ما بيعتلكش لا مش توقيعي لا ده العقد ومزور بدعي يعني انا كده بتعرض لك قانونيا طيب دع صح او خطأ امام العبارات التالية والي انا باعتبارها اصعب اسئلة قلتلكم كتير ان صح وغلط انا باعتبارها اصعب اسئلة على الاطلاق اللي برغم اني اجابتها كده تكتة بالقلم بس اصعب اسئلة وده اللي بيديع للأسف درجات كتير طيب عقد البيع من العقود الشكلية انشغل دماجنا هل عقد البيع من العقود الشكلية يعني اللازم يتم في شكل معين وفرقة معينة او موظف معين لا طبعا عقد البيع عقد رضائي فعشان كده العبارة دي ايه خطأ طيب اتنين الاهلية اللازمة لابرام عقد البيع اهلية الاداء صح عندنا اهلية الاداء اهلية وجوب طيب ثلاثة يشترط ان يكون المبيع موجودا وقت ابرام عقد البيع صح طبعا اربعة التأمين من عقود الازعان صح يعني ايه ازعان يعني فيه طرف اقوى من طرف طرف يحط شروطه والطرف التاني يوافق او ما يوافقش لكن ما يعدلش فيه دي اسمها عقود ازعان زي عقود الكهرباء وعقود الميا وعقود التليفون انت بتروح بتمدع العقد زي ما هو من فاش يتعدل فيه خمسة انتقال ملكية العين المستقجرة ينهي عقد الاجار يعني ادلوقتي عملت عقد ايجار وصاحب البيت بعد ما عمله عقد الاجار مثلا عقد الاجار خمس سنين بعد الشهر هو بيع البيت هل العقد ينتهي لا طبعا الاجابة خطأ اسؤالي بعد كده للتسجيل اثر رجعي يعود الى تاريخ ابرام العقد يعني انا لو عملت العقد في شهر ثلاثة عقد البيع وسجلته في شهر سبعة هل يعتبر التسجيل من شهر ثلاثة ولا من تاريخه من شهر سبعة يعني ايه يعني هل التسجيل ليه اثر رجعي يرجع لشهر ثلاثة لا طبعا خطأ التسجيل ليس له اثر رجعي طيب التعرض القانوني يقصد به ادعاء نستحللنا من شواه في المصطلح يقصد به ادعاء البائع على المبيع حقا من شأن استعماله أن يحول دون انتفاع المشتري بالمبيع أو ينقص منه طبعا صح تمانية ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر تبلغت إلى واحد سكن وعمل عقد إيجار عشر سنين مع أولاده مع زوجته وبعد سنة أو سنتين توفى هل العقد ينتهي وفاته؟ طبعا لا يمتد باقي المدة لمن معه في العيد تسعة عقد التأمين من العقود الملزمة للجانبين طبعا عقد الإيجار وعقد البيع وعقد التأمين الملزمة للجانبين عشان أبقى أعرفين عشرة تحديد عهد المؤمن في تأمين الأضرار يتوقف على الضرر فقط يعني المبلغ بتاع التأمين اللي على الشركة بتوقف على الضرر فقط فقط لا طبعا غلط حداشر يتحدد مبلغ التأمين في مضمون وثيقة التأمين وثيقة لو عقد التأمين يعني وتحديد القيمة القصة ولو في حالة التأمين من الأضرار صح طيب اتناشر يكفي أن يكون المحل موجودا في عقد البيع حنا عندنا المحل في عقد البيع آآ ليه شروط آآ معين مشروع مملوك للبيع موجود يجوز التأمين اللي عليكم ما إلى ذلك هو يكفي بس يعني يكون موجود لا طبعا دي أنا قلت لك يجي خمس شروط تلاتاشر ينبغي مشروعية السبب في عقد البيع طبعا يعني أنا راح بشتري حاجة لازم يكون السبب لانا بشتري عشانه يكون مشروع يعني جير مخالف للنظام العام والأداب جير مخالف للقانون جير مخالف للأخلاق يعني لازم يكون سبب مشروع بطلان السبب يؤدي إلى بطلان العقد آآ التسجيل ينقل الملكية بمفرده صح طبعا في العقارات العقارات ماشي والحقوق العينية العقارية خمستاشر يلتزم المستأجر في استعمال العين المؤجرة فيما أعدت له يعني أنا رح تأجرت شقة للسكن يبقى لازم استخدمها سكن طب هل من حقي من نفسي كده أغيرها وأعملها مصنع أو ورشة أو عيادة أو مغزل لا مش من حقي لا يجوز تغيير الاستعمال فبالتالي صح يلتزم المستأجر في استعمال العين المؤجرة فيما أعدت له صح حسب ما هو مكتوب فين في عقد الإيجار خش على السؤال بعد كده يتحقق البيع إذا كان الثمن سوريا أنا عندي الثمن يئما جدي يئما سوري يئما بخس الثمن يئما جدي الأصل الأصل أن الثمن يكون ثمن جدي يعني مقابل أو مكافئ لقيمة الشيء طب الثمن السوري يقع به العقد خطأ الثمن السوري لا يقع به العقد طيب يسقط حق المؤجر في الحبس والاسترداد الحبس يعني مش حبس المستأجر لا حبس المنقولات المملكة للمستأجر في العين العافش يعني المنقولات بتاعته أنا ساكن وحطت منقولات يعني العافش بتاعي في العين من حق المؤجر أنه يحبس هذه المنقولات يعني أنا يحبسها يعني ما طلعها هاش ده مانا اللي دين أجريته طيب هل حق ده ممكن يسقط هنشوف السؤال بيه يسقط حق المؤجر في الحبس والاسترداد إذا كانت المنقولات قد خرجت من العين بموافقته يعني هو وافق أننا طلع الحاج خلاص مش من حق أنه يحبسه أو يبنعني يعني العبارة دي صح سؤال بعد كده في صح وغلط الخطر المعين ذلك الخطر الذي يكون محله معينا وقت إبرام عقد التأمين طيب صح عندنا خطر معين وخطر غير معين طيب الأصل أن المشتري هو الذي يتحمل نفقات التسليم دخلنا في عقد إيه البيع التزامات أطراف عقد البيع اللي هو البيع والمشتري طيب نفقات التسليم على مين على المشتري إبعا العبارة دي صح عشرين العيب الذي يضمنه المؤجر يجب أن يكون مؤثرا وخافيا وغير معلوم للمستأجر اللي احنا بنسميه ضمان العيوب الخافية فبالتالي التلات شلو الدورة لازم يكون موجودين مؤثر وخفي وجير معلوم للمستأجر فعشان كده العبارة دي صح رقم واحد عشرين يضمن البائع التعرض المادي الصادر من الجير نرجع تاني ونقول أن التعرض نوعين قانوني ومادي البائع يضمن التعرض القانوني والمادي اللي صادر منه للمشتري يعني أنا كبائع بعتلك حاجة ما أقدرش أتعرض لك سواء قانونيا أو ماديا طيب التعرض المادي الصادر من الجير هل أضمنه؟ أنا أقفلك حامي ديك أنا عشان أحمي لك الحاجة بعد لا طبعا ما أضمنه مش خالص فبالتالي العبارة دي خطأ طيب يجوز في التعبير عن الإرادة أن يكون بالإشارة المتدولة التعبير عن الإرادة أنا لما باجي أتعاقد بعبر عن إرادتي في التعاقد سواء كان إجابة أو قبول بقول عايزة أشتري الحاجة دي ده باللفز هو وصريح هل ممكن بالإشارة المتدولة؟ يعني الإشارة المعروفة؟ آه طبعا ممكن ده معظم الناس دلوقتي بتروح تشتري الحاجات من محل من الجري ما تفتح بقها يبقى يجوز طيب 23 يجوز في البيع أن يكون المبيع قابلا للوجود في المستقبل هو مش موجود دلوقتي بس ممكن يبقى موجود في المستقبل آه ينفع طبعا وضربنا أمثلة كتير أو راح أشتري شقة والعمارة لسه بتتبني يضوبك تبني دورين وأنا هشتري اللي في الدور الخامس ممكن هشتري اللي في الدور الخامس قبل ما تتبني آه لأنها يجوز أن تكون موجودة في المستقبل عشان كده العبارة دي صح يجوز بيع الممتلكات العامة ينفع بالعقل كده ينفع تبيع ممتلكات مملوكة للدولة لا طبعا تحبس على طول خطأ يجب فرز المنقول المعين بذاته قبل البيع احنا قلنا المنقول نوع ايه معين بنوعه ومعين بذاته اللي بيتفرز المعين بنوعه خضار فكهة بيد قماش آه سوائل ده بيتفرز بيتفرز يعني ايه يتعد يتوزن كيل مقياس ده اسمه فرز ده اسمه ايه فرز اما المعين بذاته زي الموبايل زي النظار زي الساعة ده يتفرز يتعد ووزن وكيل لا طبعا ده بيبقى ليه خصائص تميزه عن غيره فعشان كده العبارة دي خطأ 28 عقد البيع الابتدائي لا ينكل ملكية العقار في مواجهة الغير طبعا صح عقد البيع الابتدائي بينكل ملكية فقط فقط بين اطراف البيع والمشتري طب الغير الغير هو اي حد غير الطرفين كلمة غير في القانون اي حد غير اطراف العقد اسمه غير محمد واحمد عملوا عقد بيع يبقى انا غير على طول عمل عقد بيع ابتدائي يبقى انا لسه ما تبعش بالنسبة لي امتى لو تسجل امتى لو مضع عقار 29 لا يلزم البائع بتسليم ملحقات الشيء المبيع لا طبعا ملحقات الشيء المبيع تعتبر من الشيء المبيع فبالتالي البائع يلتزم يلتزم بتسليم عشان كده العبارة دي غلط عشان فيه كلمة لا لكن لو شلنا لا يا ولادة بالعبارة صح عشان كده بقول صح وغلط نقرأ بالراحة وعلى مهلنا لامتحان ساعتين لامتحان ساعتين يعني تقعد براحتك ساعتين طيب التسليم الفعلي يتم بالتخلى عن الحيازة احنا قلنا عندنا اكتر من نوع تسليم تسليم قانوني تسليم طبيعي تسليم اتفاقي تسليم حكم طيب التسليم الفعلي بالتخلى عن الحيازة طيب صح طيب يضمن البائع التعرض القانوني الصادر من الجر اه انا باقي بيلعبك اهو جبتلك من شوية قلتلك يضمن البائع التعرض المد الصادر من الجر قلتلي غلط برافا ليك طيب التعرض القانوني اه يضمنه انا بيعتلك حاجة بعد ما بيعتقلك جي طرف تالت خالص قالك لا دي بتاعتي ده انا اللي اشتريت هنا بقى تقول لي لا تعالى حضرتك شوف لي الموضوع ده عشان ده متعرض ايه قانوني اضمن صح طب 33 يشترط لضمان العيوب الخفية ان يكون العيب مؤثرا طب عيد مؤثر يعني مش هقدر استفيد بالشيء اللي انا اشتريته انا باشتريه عشان استفيد به طب وجد عيد مؤثر هيقلل من استفادتي ايه ابنع استفادتي لا على طول يدخل في ضمان العيوب الخفية عشان كده العجابة دي صح 34 ترفع دعوة ضمان العيوب الخفية خلال سنة من العقد ركز كده بفعا خلال سنة بس من ايه من العقد ولا من التسليم من التسليم لانك مش هتكتش في العب الا لما تستلم الحاجة منه ممكن عامل لك عقد بيع بس هتستلم بعد مود ده اللي بيحصل جالبك طيب انت هتكتش في العب وانت لبسه ما استلمتش لا طبعا من ساعة ما استلمت نبدأ نحسب السنة عشان كده العبارة دي غلط لانه من من تاريخ التسليم 35 عقد الايجار يرد على الاشياء الغير قبل الاستهلاك طبعا ده كلام منطقي لان عقد الايجار عقد مدة بعد المدة برجع الحاجة اللي انا مأجرها فلازم ارجعها بنفس الحالة بتاعتها لا تستهلك لان لو استهلكت يبقى انا كده دخلت في تبديد وخانت امانه وما الى زيه كده العبارة دي ايه صح عقد الايجار من العقد الزمنية يعني ايه العقد الزمنية يعني اللي بتكتب فيها مدة يعني اقول مثلا عقد الايجار هيبدأ بتاريخ 5 7 2021 ينتهي 5 7 2025 مدته سنة مدته سنتين مدته ثلاثة عشان كده ايوة من العقد الزمنية يعني تطبيقه بيستغرق بيستغرق مدة من الزمن على عكس عقد البيع عقد البيع عقد وقت اه اشتري بيع خلص العقد فيش مدة لكن عقد الايجار احجر حاجة لمدة سنة او سنتين عقد زمن كده العبارة دي ايه صح انا بحاول يعني استنفر فكرك ودماغك علشان تفهم مش تحفظ تفهم عشان تعرف تحل وسهل ان شاء الله طيب 38 يلتزم المستأجر بالترميمات التأجيرية احنا عندنا الترميمات نوعية ضرورية وتأجيرية الضرورية على المؤجر الاساسية السلالم الجدران الحوائط على المؤجر التأجيرية ازاز الكسر لمبة حرقية حنا فيها بازت دي على مين على المستأجر فبالتالي العبارة دي صح 39 الهلاك الكل لا يترتب عليه فسخ عقد الاجار الهلاك الكل يعني اصبح العين المؤجرة غير موجودة اما بسبب القانون او بسبب مدي يعني نزع الملكية للمنفع العام بيؤدي الى ده اعتبر هلاك كل اه هدم العقار للمنفع العامة ده هلاك مدي وهكذا او البتوية او والا على طول عقد الاجار ينتهي لان عقد الاجار ده عقد شخصي عقد الشخصي لا يرتب اي حق عيني للمستأجر على العين عقد شخصي فقط فبالتالي العبارة دي خطأ لانه يترتب عليه فسخ عقد الاجار خدوا بالكم من كلمة لا الا لكن الكل لا يترتب عليه فسخ عقد الاجار غلط لو شلنا لا انتعرفين الاجابة ايه طب 40 يضمن المؤجر التعرض الصادر من تابعيه تابعي يعني ابناءه او من يعملون لديه تحت سلطته يضمن المؤجر التعرض الصادر من تابعيه للمستأجر صح طب 41 لا يجوز للمستأجر ان يغير في العين المؤجر طبعا تحرك ما اشتريتاش انت جايب تأجر لسه اللي من شوان عقد الاجار ده عقد زمني عقد مدة بعد مدة ترجعها لي فترجعها لي زي ما خدتها يبقى مش من حقك لا تفتح شباك ولا تقفل شباك لا تفتح حيطة ولا تهد حيطة واكذا يبقى العبارة دي صح 42 يلتزم المستأجر بوضع منقلات في العين المؤجرة الاصل صح الاصل صح في استثناتها نتكلم عنها في الاسئلة المقالية طيب 43 لا يلتزم اه بيرد عليها دلوقتي لا يلتزم المستأجر بوضع منقلات في العين المؤجرة اذا عقلت الاجر ما احنا قلنا ان المنقلات دي هي بتضمن حق المؤجر لو انا ما دفعتش هيحجز عليها او يحبس ما طلعهاش طيب انا ادي حضرتك اديتك الاجر مؤدم يبقى ما ليكش دعوة حط مقلات او محطش يبقى 43 واربعين دي صح طيب ما اديتك الاجر مقدمة ليكش دعوة مش حط او محطش مش تفل 44 ينتهي عقد الاجار المحدد المدة دون حاجة الى تنبيه يعني كتبنا جدا ان هذا العقد محدد المدة يبدأ كذا وينتهي كذا صح 46 عقد التأمين ملزم لطرف واحد احنا اتفقنا عقد البيع عقد الايجار عقد التأمين ملزم لطرفين فعلى طول الاجابة دي انت ماما دعينك غلط خطأ 47 عقد التأمين عقد احتمالي خدنا في تانية العقد نوعين محدد واحتمالي محدد يعني كل طرف عارف التزام هادفع كذا وانت هادفع كذا هادفع كذا واخد كذا يعني محدد اما الاحتمالي العقد بدأ ومش عارف انا التزام هيخلص امتى مش عارف هادفع ايه زي اللي بيعمل عقد على الحياة تأمين على الحياة هو عارف هيموت امتى مش عارف مش عارف هادفع كم قصد والشركة مش عارف هادفع الفلوس امتى اللي هو مبلغ التأمين فعشان كده بنسمى عقد احتمالي فعشان كده العبارة دي صح عرفنا يعني احتمالي؟ طيب 48 السمصار له سلطة إبرام عقد التأمين احنا في عقد التأمين لما نجي نتكلم دلوقتي ان شاء الله احنا عندنا طرفين المؤمن والمؤمن له المؤمن ليه ثلاث صفات المؤمن ليه ثلاث صفات او ليه ثلاث حالات من ضمنهم السمصار هل السمصار ليه سلطة إبرام العقد؟ لا احنا خدنا في سنة تانية ان السمصار ده مجرد وسيط مبينة اطراف العقد فقط يقرب وجهات النظر بين اطراف العقد فقط هو عمله يعتبر يعني عمل مادي اكتر من عمل قانون فبالتالي العبارة دي خطأ طيب يعتبر طلب التأمين وسيلة تجميع بيانات وانت رايح عايز تعمل تأمين بدوك كده وراء اسمها طلب تأمين بتعود تكتب بياناتك حسب نوع التأمين اللي انت عايزه فبيجمع بيانات فطبعا صح خمسين خطر الحريق يعتبر خطر ثابت عندنا خطر ثابت وخطر متغير عندنا خطر معين وغير معين احنا بنتكلم في الشق الاولامي ثابت ولا متغير خطر الحريق خطر الحريق يعتبر خطر ثابت عشان كده العبارة صح طيب نخش على الاسئلة المقالية اللي هي فيها شرح فيها عناصر وزي ما شفنا قبل كده لما رجعنا قبل كده الاحوال الشخصية وانت بيتجاوب في السؤال المقالي هو مش حاجة واحدة بيبقى طالب منك اكتر من نقطة فصصهم وانت بيتحل عشان ما تنساش نقطة تمام؟ بقولك اتكلم عن الرضا كركن من اركان عقد البيع احنا عندنا عقد البيع لي ثلاث اركان الرضا والمحل والسبب واعز ركن واحدة لو ركن ايه؟ الرضا الرضا اللي هو الاراضة بنتفع على ايه؟ العقد طبيعة ايه والكلام ده كله فبنقول مضمون الرضا التعبير عن الاراضة في الاجاب والقبول قد يكون باللفز او الكتابة او الاشارة المتدولة والتعبير قد يكون صريح وقد يكون ضمن طيب ايه هو الاجاب؟ عرض جازم بمعنى يدل على الرغبة في ابرام عقد معين رايح كده الواحد اقول له سمحت اعز الشري السعادة ده اسمه اجابة طيب هو رد علي قال اتفضل واتفقنا على التمن دي باسمه قبول يبقى القبول هو متابقة الاجابة او موافقة الاجابة طيب النقطة التانية فيه متعلقة بالرضا كركن من اركان عقد البيع طيب احنا بنتفق على ايه؟ بنتفق على تلات حاجات الاتفاق على المبيع عن الحاجة نفسها عايز الموبايل ده يبقى كده اتفقنا المبيع نمرت اتنين بنتفق على التمن بكام؟ بألف تمام؟ يبقى كده اتفقنا على الحاجتين نمرت تلاتة بنتفق على طبيعة العقد احنا قلنا عندنا عقد بيع وعندنا عقد ايجار احنا اللي اتنين اتفقنا كأطرف ان ده بيع يبقى خلاص يبقى اتفقنا على 3 حاجات الشيء المبيع التمن طبيعة الععد يبقى كدة خلاص تمام الععد كده ايه كمل طالما اتفقنا على 3 حاجات دول اذا اختلفنا في حاجة من 3 يبقى العقد مش موجود كأنه مش موجود خالص النقطة التانية في الرضا وردى من العيوب خدنا في سنة تانية عيوب الرضا والإكراه والتدليس والغلط والاستغلال كل دوات بيؤدي إلى عيب من عيوب الرضا أو الإرادة شوف السؤال اللي بعد كده لهو الركن التاني من أركان عقد البيع احنا قلنا إن عقد البيع لتلات أركان الرضا والمحل والسبب كلمنا عن الرضا نتكلم عن المحل وهو سهل وبيجي فيها سئلة كتير قوي قوي مقالية وموضوعية طيب سؤال المقالي هيجي لك وممكن أنت تطلع منه عشرين تلاتين سؤال موضوعي سواء صحي وغلط أو أجمل أو توصيل فأنت لو استوعبت السؤال ده هتحل أسئلة تانية كتير إن شاء الله في الامتحان بيقولك إيه عرف المحل المحل مش الدكان لا المحل هو المحل الالتزام عرف المحل كركن من أركان عقد البيع موضحنا الشروط الواجب توفرة فيه بعيس حاجة نام تعرف المحل والشروطه طيب إيه وبقى المحل هو العملية القانونية التي يريد المتعاقدان تحقيقها يعني رايح أشتري عربي يبقى العملية القانونية هو بيع أو شرع العربية دي كطرفين بائع ومشتري هاي العربية دي الشقة دي الساعة دي الموبايل ده طيب إيه الشروط اللازم تتوفر في المحل ده لها الحاجة اللي أنا هشتريها دي أو اللي أنا هبيعها دي واحد الوجود أو القابلة للوجود يعني لازم تكون الحاجة دي موجودة أو قابلة للوجود لازم ده الشرط الأولين اتنين الإمكان يعني تكون ممكنة والإمكان هنا يعني ما يكونش مستحيلة ما يكونش استحالة نسبية أو استحالة مطلقة الاستحالة النسبية جوز بها العقد لكن الاستحالة المطلقة لا يجوز بها العقد استحالة النسبية مثلا لونا بيعتلك حاجة بتاعة واحد تاني اسمها استحالة النسبية لنه ممكن يوافق يقول لي تمام خلاص انا موافق على اللي انت عملته لكن الاستحالة مطلقة لونا بيعتلك ملعب ما ينفعش اسمها استحالة مطلقة لا يجوز بها العقد طيب تلاتة الشرط التالت في المحل المشروعية يعني ما يكونش مخدرات ما يكونش حاجة بيمنع القانون وما إلى ذلك أربعة التعيين أو القابلية للتعيين يعني أنا ايه التعيين؟ أقدر أعاين يعني الحاجة أشوفها وأعاينها أعرف مواصفاته علشان ده اللي بيتكتب في العقد خمسة علم المشتري بالمبيع علما كافيا وأعلمه من خلال المعاينة يبقى خمسة مرتبطة واربعة ستة ودي أهم حاجة ملكية البيع للمبيع يعني أبيع حاجة ليه ملك يبقى أنا كده السؤال دوت عملته حاجتين أول حاجة التعريف وكان سهل وبسيط صغير الشروط اللي فيها كلام شوية وما ستة شروط الوجود الإمكان المشروعية التعيين علم المشتري بالمبيع علما كافيا ملكية البائع للمبيع سهلة وحفظها سهلة كمان على فكرة بس افهم الأول طبعا بيقول لنا ايه؟ تكلم عن التزام البائع بنقل ملكية المنقول المعين بذاتي احنا قلنا المنقول نوعين معين بنوع معين بذاتي أنا بيطلب ايه؟ المعين بذاتي الاول المعين بذاتي هو المنقول اللي فيه خصائص تميزه عن غيره يعني تمسكه كده تعرف خصائص بتاعته شكله خصائصه امكانياته ده اسمه معين بذاته الشروط واحد أن يكون المبيع موجودا وقت إبرام العقد لنا هشوفه ازاي؟ لازم يكون موجود اتنين أن يكون المبيع مملوكا للبائع تلاتة أن يكون المبيع معينا بذاته أربعة ألا يتفق الطرفان على إرجاء يعني تأجيل نقل الملكية أو تعليق على شرط يبقى هنا دلوقتي إذا توفرت الأربع شروط دول وقع البيع في الحال فأني منقول المعين بذاتي طيب السؤال اللي بعد كده يا ولاد بيقول عرف البيع الجزافي البيع الجزافي جالنا في المصطلح لو ايه؟ تنتقل به الملكية حتى على الأشياء المثلية للمعينة بنوعها مثال ذلك أن يبيع رجل لآخر محصول القطن احنا عارفين القطن معين بنوعه يعني لازم يتوازن لا ده يبيعه بقى من غير وزن امتى؟ الذي في المغزن الذي يمنكه حين أن حيث أن المبيع هنا محدد بمكانه حيث أن المبيع محدد بمكانه يعني أنا أشترك كل القطة اللي في المغزن ده من غير الوزن بنسميه بالبركة اللي هو البيع الجزافي يقع به البيع حتى ولو كان أشياء مثلية يعني متشابهة طيب عرف الفرز وآصل طبعا الفرز بنعمله للمنقول المعين بنوعه الفرز هو إيه؟ يقع على المنقولات المثلية المتشابهة التي تتشابه والمقصود بالفرز يبقى تحويل منقول معين بنوعه إلى منقول معين بذاته طبعا طريقها عام الحاجة الوزن الكيل القياس العدد حسب طبيعته حاجات تتوزن حاجات تتعد حاجات تكال تكال للسوائل يعني حاجات تكال بالمكيال حاجات تقاص زي الأقمشة طيب تكلم عن التسجيل كشارط النقل ملكية العقار إحنا المنقول في قاعدة قانونية بتقول الحيزة في المنقول سند الملكية إلى أن يثبت العكس يعني أنا في إيدي النظرة دي تبقى ملكي في إيدي الموبايل يبقى ملكي عشان ده منقول لكن العقار الحيزة فيه مش سند ملكية لأنه ممكن أكون ساكن ممكن أكون مختصب لهذا المكان ممكن أكون ضيف فبالتالي هنا لا تثبت ملكية العقار إلا بالتسجيل عشان كده بنقول لك يتكلم عن التسجيل كشارط النقل ملكية العقار هو شرط طيب نقوله هو أباة التسجيل هو وسيلة من وسائل الشهر العقار يتعلق بالحقوق العينية العقارية زي حق الملكية عندنا حقوق العينية عقارية كتير حق الارتفاق حق الملكية وما إلى ذلك طيب التسجيل يساعد المشتري في التأكد من ملكية البيع للعقار لأن هروح الشهر العقاري هلاقي العقار ده باسم مين باسمه فلان اللي هو بيبيع لي تمام بيبقى كده أكمل ليتوا باسم حد تاني مشتريش يبقى كده في حاجة غلط طيب عدم التسجيل لا يمكن أي شخص من أن يعلم ما إذا كان العقار مملكا للشخص الذي يتعامل معه لأنه لو ما فيش تسجيل طب الشخص اللي بيبيع لي نعرف منه هو دول ما يمكن يكون أي حد آخر مختصب للملكية فهنا التسجيل هو الذي ينقل ملكية العقار سؤال سهل وجميل طيب نفترض بيعتلك بعقد بيع ابتدائي ليه بنسميه ما هي أثار البيع غير المسجل لو عقد بيع الابتدائي هو بيعمل التزامات شخصية فيما بين البيع والمشتري فقط إيه بقى التزامات الشخصية واحد التزام البيع بنقل الملكية يعني بعد ما عمل لك العقد البيع الابتدائي لازم يروح يكمل إجراته ويسجلك في الشهر العقار طيب اتنين يلتزم البائع بتسليم العقار للمشتري خلاص عملت لك عقد بيعتدائي وخدت الثمن أسلمك العقار أرض شقة فيلا عمر دا اسمه عقار ثلاثة حصول المشتري على ريع العقار الريع اللي هو العائد يعني لو بيجيب إيجار لو بيجيب أي عائد يعني يحسب يعني ممكن يكون عائد دا فلوس أو يكون سمار أو ممكن يكون بضعه ما إلى ذلك من اللي بياخده المشتري خلاص أنا اشتريت يبقى العائد بتاعه أنا طيب نمرت خمسة يلتزم البائع بضمان التعرض وضمان العيوب الخفية دي اسمها التزامات شخصية على العقد غير المسجل اللي بتسميها عقد البيع اللي ابتدائي طيب تسليم الشئ المبيع من التزامات البائع وضح أنواع هنا بقى بتكلم عن أنواع التسليم احنا قلنا قبل كده أن أثار العقد هي التزامات أطراف ومن أهم من أهم التزامات البائع أن أنا أسلمك الحاجة أنا بيعتلك حاجة أسلمها لك التسليم أنواع عندي تسليم اتفاقي تسليم طبيعي تسليم قانوني تسليم حكم تسليم اتفاقي اللي هو بالاتفاق بين الطرفين البائع والمشتري أسلمك بكرة بعد حسب من التفاق تسليم طبيع حسب طبيعة المبيع نفسه إذا كان منقول أو عقار التسليم القانوني أنا في حاجتين وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث ستمكن من حياسله وإعلان إعلان المشتري بوضع المبيعة على التصرف التسليم الحكم هنا بتغيير نية الحيازة من باقع لمستأجر أو من مستأجر لمشتري وما إلى ذلك نية الحيازة تمام؟ في حاجة أسمعها حيازة كملة أو حاجة أسمعها حيازة ناقصة طيب أنا تسأل بعد كده أذكر الحالات ده سأقول مهم يا أولاد التي هتحمل فيها المشتري تبعت الهلاق قبل التسليم هنا ده استثناء على القاعدة القاعدة بتقول إيه؟ تحمل تبعت الهلاق مرتبطة بالتسليم أنا روح تشتري حاجة طالما لسه ما استلمتهاش وبازت على الباقع طيب استلمته تبع عليها لو بازت طيب إمتى هنا تبعت الهلاق تكون على المشتري بالرغم إنه هو لسه ما استلمهاش يبدأ اسمه إيه؟ استثناء على القاعدة عندي حالات نحفظهم مع بعض وهم خمس حالات إذا أعذر أعذر يعني أعمله إعلان رسم إعذر يعني إعلان رسم إذا أعذر الباقي على المشتري لتسلم المبيع لكنه امتنع يعني أنا بعدت للمشتري يا سيدة على استلم الحاجة بتاعتك عشان هضموز ورافض يجي استلمه لو بازت عليك مش عليها بالرغم من لسه في حياستي بس أنا أعذرتك حالة الثانية التي يتحمل فيها المشتري تابعة الهلاك بالرغم من لسه ما استلمشي إذا اتفق المتعاقدان أن يتحمل المشتري تابعة الهلاك منذ العقد إحنا اتفقنا كنت تقول له بس الحاجة لو بازت عليه هو وافق خلاص عليه حتى وللسه عند الباقة ثلاثة إذا كان بيع تجاري حاجة اسمها بيع تجاري وهو بأنه التجار ويكون عمل تجاري إذا كان البيع تجاريا وكان المبيع ويجب التصدير يعني هيتصدر فإن هلاكه في الطريق يكون على مالكه مالك اللي هو المشتري خلاص يعني بيع تجاري من دولة لدولة وخلاص ويطلع في المركب وفي المركب مركب غير إيه على المشتري بس لا بلزم يكون بيع إيه تجاري أربعة إذا وضع المشتري يده على المبيع دون إذن من البائع ودون حكم من القضاء يعني بعد ما اشترى الحاجة رح حت يده كده بشكل غير قانوني على الحاجة دي تبعت للك على حضرتك برامل لسه ما سلمت لكش خمسة إذا هدك المبيع في يد البائع وهو حائز له لعدم وفاء المشتري بالثمن هنا بقى حبس الشيء المبيع عشان البائع المشتري لسه ما سددش ثمنه أو جزء منه ده من الحق البائع يعجز زي الحاجة عنده طيب الحاجة بازت هلكت على المشتري لأن الذي تسبب في عدم تسليمه هو المشتري لأنه مرشي يكمل التمن أو يدفع التمن يبقى عندي خمس حالات بيتحمل فيهم المشتري تبعت الهلك قبل التسليم طيب قدمن البائع عدم التعرض للمشتري وضح ذلك مفرقا بين التعرض المادي والقانوني أنا هتكلم في ثلاث حاجات إيه هما الثلاث حاجات مضمون للتزام بعدم التعرض يعني هعرف إيه هو عدم التعرض بأنواعه خصائص للتزام وديهم قوي 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 طيب وجزاء الإخلال بالالتزام يبقى لما بيجي لي سؤال زي ده هنا بقى هو محتاج بقى شطرة منك عليش هو ما ساعدكش بس انت خلاص بقى انت تعرفت وانا قلت لك هو لما يجي الكلم بيقولك تكلم عن عدم التعرض للمشتري مفرقة بين التعرض المادي والقانوني هتكلم في ثلاث نقاط إيه هو مضمون للتزام بعدم التعرض إني أمتنع كبائع يعني عن كل فعل أو أمر من شأنه إيه حالة دون الانتفاع بالمبيع أنا بيعطي لك حاجة ما عملش أي حاجة تمنعك من الانتفاع بيها خلاص فاطل حاجتك معك مع السلام طيب إيه بقى نوع التعرض في مدي وقانوني المادي هو كل فعل يصدر عن الباع من شأنه الإخلال بانتفاع المشتري بالمبيع يعني بعد ما بيعتلك البيت حطيت عليه جنازير وحاجات كده ده اسمه تعرض مال طيب إيه بقى التعرض القانوني الدعاء الباع الدعاء الباع حقا على المبيع على حاجة نفسها من شأنه أن يمنع يحول أو يمنع دون انتفاع المشتري بالمبيع يعني بعد ما باع لك قالك لا ما بيعتلكش لا مزورة وما إلى ذلك إحنا كده ماشيين واحدة واحدة أول حاجة عرفنا مضمون التعرض وانكلمنا في النوعين بتوع التعرض سواء كان تعرض قانوني أو تعرض ماد ده الدعاء وده فعل إيه خصائص بقى الالتزام بعدها من التعرض مهمة جدا 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 واحد الالتزام بعدها من التعرض لا أقبل لانقسام لا أقبل لانقسام اتنين الالتزام بعدها من التعرض الالتزام دائم يعني بيعتلك حاجة ما انفعش اجيلك بعد سنة واجيلك كفاية كده هاتها بقى خلاص التزام ايه ده طيب النقطة التالتة لما اجا اتكلم في مضمون التعرض او في عدم التعرض للمشتري في الشيء المبيع هو جزاء لاخلال الالتزام بعدم التعرض يعني انا اخليت تعرضتلك سواء كان تعرض قانوني او تعرض مدي اذا حدث التعرض للمشتري فاللهو ان يطلب التنفيذ العيني للالتزام او فسخ العقد مع التعرض يعني التعرض حصل فعلا بروح للقاضي وقول له لو سمحت يا قاضي انا عايز تنفيذ عيني يعني عايز الحق الشيء المبيع دون اي تعرض سواء كان تعرض مدي او تعرض قانون طيب ما انفعش يبقى فسك العقد مع التعرض طيب خلاص السؤال ده كده خش على السؤال اللي بعده تكلم عن شروط دفع البائع تعرض الغير للمشتري اه هنا بقى مش المشتري والله يتعرض للمشتري لا ده الغير هل هناك بائع اضمن تعرض الغير اه بس عندي ثلاث شروط الشرط الاولاني انه يكون تعرض قانوني تيجي صحي وغلط تيجي اكمل تيجي اختار ان الرقم واحد عشان البائع يضمن التعرض الصادر من الغير انه يكون تعرض قانوني ليس مدي ها اتنين انه يكون تعرض حالا يعني دلوقتي مش لسه يقولك السنة الجاي هارف عليك قضية وقضية لا يكون حالا يعني فعلا تعرض لك فعليا ثلاثة ان يكون حق المتعرض اللي هو الغير ده فابتا له وقت البيع او قال اليه بعد البيع بفعل البيع يعني فعلا هياخده هياخده يعني المشتري هيخسر في هنا يقوله لا تعالى اضمن هذا التعرض يبع عندي كم شرط ثلاث شروط عشان يضمن البائع تعرض الصادر من الجير السؤال بعد كده تكلم عن ضمان استحقاق المبيع طب خلاص التعرض حصل والجير قدر ان هو يستحق او ياخد المبيع فالمشتري هنا مش هيسقط فبيرفع دعوة اسمها دعوة ضمان الاستحقاق يعني عاوز حقه دعوة ضمان الاستحقاق عندنا يا بنقول التنفيذ بطريق التعويض خلاص بقى ان اصبح التنفيذ العيني مش موجود لان الجير خلاص خد الحاجة خد العربية خد البيت ثبت قانونها بتاعته خلاص طب انا بقى كمشتري بضمن حاجة ايه حاجة اسمها التنفيذ بطريق التعويض يعني هاخد بقى مقابل مش الحاجة نفسها ضمان الاستحقاق للمشتري ان يرجع على البائع بضمان الاستحقاق اي التعويض عن استحقاق المبيع طب التعويض بيقدر ازاي عندي اربع نقاط قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت يعني القاديو بيحدد قيمة المبيع بيحدد كمان فوائد عليه قيمة وقت الاستحقاق اتنين قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع يعني ده رجع الحاجة وثمارها لا المشتري اخدها من البائع ثلاثة المصروفات التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق اي مصروفات او نفقات صرفها المشتري على الشيء المبيع دوت اللي رحت منه يلزم بها البائع اربعة مصروفات دعوة الاستحقاق ودعوة الضمان لان المشتري ما رفعش الدعوة دي بمزاجه ورفعها غزبنا عنا عشان اخد حقه مين بيشيلها البائع يبع عندي اربع عناصر بيحطهم القاضي كتعويض اللي هو ده من الاستحقاق في حالة استحقاق الشيء المبيع السؤال اللي بعد كده هو من التزامات بالمؤجر صيانة العين المؤجرة من التزامات المؤجر وضح احكامها طيب هنتكلم عن تلات حاجات خدوا بالكم العنايون التلاتة مضمون الصيانة هنعرفها جزاء الاخلال بالصيانة يعني المؤجر لو مالتزمش بالصيانة طيب اي حق المؤجر في اجراء الترميمات الضرورية لحفظ العين هنمسيكم حاجة حاجة مضمون الصيانة يلتزم المؤجر بان يتعهد العين المؤجرة بالصيانة الضرورية دون الترميمات الضرورية يعني انا كمستأجر اقدر الزم المؤجر بالصيانة الضرورية اللي هي الاساسات الجدران السلالم انا كساكن انا مستأجر ولا هي مدة معينة انا مالي من الحاجات دي ليش دعو به يبقى انا اقدر الزمه بالترميمات الضرورية دي النقطة الاولانية طيب جزاء الاخلال بالصيانة يعني المؤجر منفس التزامه بالصيانة بنقول إذا تأخر المؤجر في إجراء الصيانة جاهزة للمستأجر بعد الحصول على إذن من القضاء أن يقوم هو بهذه الترميمات على أن يكون بخصمها من الإيجار يعني البيت هيقع على دماغنا والمؤجر مش رادي يعمل ترميمات السل ما هيقع تخلاص المستأجر في الحالة دي بياخد إذن من القضاء بعد إثبات الحالة ويعمل على حسابه ويتخص من الإيجار يعني مش على حسابه هو طبعا يعني يخصمها من الإيجار وفي حالة الترميمات المستعجلة يعني في حالة ضرورية لازم مش نستنى ناخد اذن جاز للمستأجر ان يقوم بها دون الحصول على اذن من القضاء وذلك بعد اعذار المؤجر اعذار يعني انذار على يد محدد طيب العكس بقى حق المؤجر في اجراء الترميمات الضرورية لحفظ العين هنا بقى المؤجر اللي هو عز يعمل الترميمات الضرورية بس المستأجر هنا يقدر يمنعه لا طيب لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين طيب يضمن المؤجر العيوب الخافية في العين المؤجرة وضح ذلك ده برضو من التزامات المؤجر اللي هو ضمان العيوب الخافية عندي فيها تلات نقاط في الاول هو بنقول فيهم يضمن المؤجر اللي المستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تمنع دون الانتفاع بها اتنين لا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر قد اختر به يعني انت اسكنت في حاجة واخترت ان فيها حاجة غلط او حاجة بايزة من اجدها خلاص طيب ما وفقت تلاتة لا يشترط في العيب ان يكون قديما على عكس ضمان العيوب الخافية في عقد البيع فضمان العيوب الخافية في عقد البيع لازم يكون العيب قديم لكن في عقد الاجار لا يشترط ان يكون قديم ممكن يكون حاجة استحدثت الجديدة حصلت اثناء عقد الاجار يضمن المؤجر طيب ماذا شروط الوجب توفرها في العيب بقى ان يكون مؤثر ان يكون خفي غير معلوم للمستأجر كم شارط في العيب 3 ها ايه هم مؤثر خفي غير معلوم للمستأجر في عقدي البيع نزود وحدة ان يكون قديما لكننا في عقدي الايجار هم 3 بس طيب دي بيحقوق المستأجر عند وجود عباء في العين المؤجرة انا كرجل مستأجر اكتشفت ان في عين عيب في العين المؤجرة لنها سكن فيها إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان يعني فعلا هنا بقى نجيب المؤجر والتزم بضمان العوبة الخفية يكون للمستأجر الآتي يأما طلب التنفيذ العيني يعني حضرتك صلح العيب أو طلب فسخ العقد أو طلب نقص الأجرة بالإضافة إلى ذلك للمستأجر طلب التعويض ولكن بشرط عد علم المؤجر بالعيب بشرط علم المؤجر بالعيب خش على سؤال كمان حاول ننجز في أكبر عدد من الأسئلة عشان تستفيدوا منها ما هي ضمانات المؤجر لتأسير حصوله على الأجرة أنا كراجل مؤجر عايز أضمن أجريتي أنا يعني بسكنك عشان عايز أجريتي إزاي بنقول ضمانات المؤجر لتأسير حصوله على الأجرة واحد هنقوله أقوله على نص رأسي قبل الشرح وضع منقلات في العين المؤجرة يعني خلي الساكن يحط عفش اتنين تقرير حق امتياز للمؤجر على المنقلات أنا ليه حق امتياز على المنقلات دي وإن حق امتيازي على بنص القانون ثلاثة حبس المنقلات الضامنة لحقوق المؤجر يعني أحبسها ما نخليكش تقدر تخرجها طالما ليا حقوق سبتة أربع الحجز التحفزي الحجز التحفزي بناخده في المرافعة طيب نخش بقى في الحتة اللي هي بتاعة وضع منقلات دي ونشرحها علشان فيها سؤال جواها نفسها بنقول ايه يلتزم المستأجر للعقار بوضع منقلات فيه تكفي لضمان الوفاء لأجرد سنتين يعني مثلا لو أنا في سنتين هدفع عشرين ألف جنيه في السنتين دول يبقى حط منقلات قيمتها من عشرين ألف جنيه طيب هل المستأجر يعفى هل المستأجر يعفى من وضع منقلات في النوعين المؤجر اللي هي ضمنة لأجرد المؤجر اه ممكن يعفى في ثلاث حالات أربع حالات اهم ما ازا كانت الأجرة قد عجلت بتفعلك الأجرة مقدم يبقى مش حط عفش خلاص مش حط منقلات تخذت حقك مقدم اتنين ازا اتفق على إعفاء المستأجر من هذا الالتزام يعني كده كتبت شرط وقلت لك يا أستاذ يا مؤجر اه انا عايش شرط انها مش حط عفش وانت وفقت خلاص تلاتة ازا جرى العرف العرف يعني العادات والتقاليد الملزمة ازا جرى العرف على إعفاء المستأجر من وضع منقلات خلاص العرف يعتبر قانون على فكر بس غير مكتوب قانون غير مكتوب اربع ازا قدم المستأجر تأمينا آخرين يعني ممكن يكون حد ادتك مؤدم ادتك تأمين زي ما بنشوف كده في عقود الإيجار يقولك عاوز ثلاث شهر مؤدم او شهرين مؤدم كتأمين خلاص يبا ما حطش منقلات في العين المؤجرة يا رب نكون قدرنا ان احنا نلم اكبر قدر من المنهج اللي امتحان ان شاء الله هيبسالي بإذن الله ويكون مباشر ويمشى يخرج كتير عن اللي احنا بنقوله بالإضافة لأجزاء أخرى طبعا بسبب ضيق الوقت ما قدرناش ان احنا نقوله ولكن ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق والسداد بالتوفيق ان شاء الله وتنجحه بإذن الله ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة